اشتركوا في القناة المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية عن خوض اضراب عام بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وقطاع النقل واللوجيستيك يوم الاثنين العشرين يونيو المقبلة وفي هذا الصدد قال الامين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي ان دواعي الاعلان على هذا الاضراب ناتج عن عدم تجاوب وتفاعل الحكومة مع كل الرسائل والاحتجاجات التي توصلت بها بعدما تسارعت منهجية الزيادة في اصعار المحروقات والمواد الأساسية الواسعة لاستهلاكة واضف المتحدداتي ان على الحكومة ان تلتقط الاشارة من الغضب الشعبي وما يروج اليوم من تدمير للقدرة الشرائية للطبق العامل والطبق المتوسط في المجتمع وخاصة الفقراء قرار الاضراب الاحتجاجية هو قرار انداري لننبه الحكومة بان هذا المسار الذي تنهجه غير معقول ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم بلادنا يقول علي لطفي الامين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء